أكثر من أربعين من زعماء التقليديين بما فيهم سلطان الفطري ورؤساء مختلف كنتونات الولاية حضروا في اجتماع العمل الكبير هذا والذي دعا إليه حاكم ولاية البطحة جمتا بينديرغون وأكد الولي في كلمته الافتتاحية أن هذا الاجتماع الذي يأتيه قبل أيام قليلة من إنعقاد مؤتمر ولاة الولايات يهدف إلى إيجاد فكرة واضحة عن مشاكل واحتياجات السكان في جميع الكنتونات وذكر جمتا بينديرغون الزعماء التقليديين بوضعهم والسلطات الممنوحة لهم في القانون 13 الصادر في 25 من قصص 2010 وقال الحاكم إن الزعيم التقليدي من خلال السلطة التي يجسدها يجب أن يتصرف في كل شيء كمسؤول جدير ومخلص كما يجب على الشيخ التقليديين أن يشاركوا في مواجهة بعض التحديات مثل نجاح الفترة الانتقالية في بلادنا وتحديات السلام وأمن الأشخاص والممتلكات والعيش معا وتوعية السكان بتغيير السلوك والعقلية الصحة والتعليم باختصار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لولاية البطحة وأصر حاكم ولاية البطحة جمتا بينديرغون على وجوب الوجود الفعلية للزعماء التقليديين في أماكن عملهم نيابة عن زملائه طلب سلطان الفتري شروم حسن أفسكين من والي ولاية البطحة أن يحمل إلى مؤتمر الولاة كل المشاكل وصعوبات التي يعيفها المواطنون في ولاية البطحة وخاصة ضعف البنية التحتية والمنشآت الخدمية لا سيما الطرق ترجمة نانسي قنقر